في زاوية أمام مركز علاج الإدمان لا يخفي هذا الشاب البالغ من العمر 27 سنة قصته مع الإدمان على جميع أنواع المخدرات برعاش وخوف تقدم إلينا هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 18 سنة ليحكي معاناة إدمانه على تعاطي الهيروين في السابق كحالش 500 ألف ونصف كرة نافيقي أختي نافيقي أخبط عيباد والله ليلة حقنا للسرقة بسع نختم دراهم يتع الخدم معقاعي وروحوا لثمه زي خطرات سويسيدة شوفي وتيارهم مضرب منه زيه دين كسر الزجاج مقطع قعم الداخل أختي لي جان أختيكم دعوي جسر والله غير موش كما يقول لك نتجرب يحكي وقسيم بالله ما سهل والله ما سهل بل كراني نحكي لكم شي قدم خاميرا حشيتها الروحي رغم نظرة المجتمع والقانون معا لهذه الفئة إلا أن أمل التداوي والعلاج يبقى المفر الوحيد لهؤلاء الشباب